اهلا بكم. النهاردة نتكلم في المحاضرة دي عن ازاي نعد ونقدم محاضرة. الحقيقة المحاضرة دي تبقى طويلة شوية علشان هندخل شوية في الكميونيكيشن سكيلز والبريزنتيشن سكيلز وكلام من ده لكن ارجو ان هي ما تكونش مملة لكم. المحاضرة دي بعنوان lecturing as a delivering method or as an instructional method. الحقيقة هنتحول نتعلم اربع حاجات اساسية في كلامنا النهاردة وهي ان احنا ازاي نجهز المحاضرة فهنتكلم على ايه اللي نعمله الاسئلة اللي محتاجين نعرف اجاباتها قبل ما نبتدي نعد المحاضرة وازاي نعد المحاضرة وبعدين ايه اللي هنعمله قبل المحاضرة هنتكلم شوية على stage fear وازاي نحاول نتغلب عليه. وبعدين هنبتدي نتكلم مع بعض ان شاء الله عن نقدم المحاضرة ازاي ايه اللي نعمله جواها. وهنحط بعض ال considerations في اعتبارنا برضو اللي بتعتمد على ثقافة المكان اللي انا جاي بشتغل فيه. فاول خطوة هنا الحقيقة ازاي نعد المحاضرة. اعداد المحاضرة الحقيقة موضوع ما هواش شكله صعب لكن الحقيقة علشان اكلمكم عن اللي بيخلي محاضرتك احسن. خليك مستعد لها احسن. اكلم اكتر الوقت عن خبرة الشخصية. طبعا دي حاجة اللي بتحطيه دائما فاعتبارك ان مش انا بس اي حد بتستمع له او بتحضر له محاضرة هو بيغلب على كلامه الخبرة الشخصية ايه اللي مر بيه في حياته من خبرة وهي دي اللي بتتكلم عنها. وده ليس بالضرورة هو الصح المطلق ولا خطأ مطلق. اولا لازم تتعرف على مين اللي جاي يستمع لك. مين اللي جايين يحضر المحاضرة بتاعتك سواء هي كورس او محاضرة واحدة او بوبليك توك او 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 محتاج تتعرف عليهم. يعني ايه مثلا هم جايين ليه? اه مش كل الناس جاي لنفس السبب. ساعات انت لو في محاضرة في جامعة او في مدرسة هم لازم يكونوا حاضرين قدام. وبالتالي هتلاقي هم ممكن ما يبقاش عندهم حافظ كفاية ان هم يستمعوا لك. ويبقى عليك هنا دور مهم في ان انت تحاولتك زي بانتباههم. اه ممكن قوي وهما جايين يكونوا جايين من شركة ما وجايين لازم ياخدوا التدريب ده. وبالتالي هتلاقي كتير من الوقت زهنهم مش في المحاضرة وانما زهنهم فهيعملوا ايه بعد المحاضرة؟ لان هم بيعني اغلب الناس اللي بتحضر دورات تدريبية تبع الشركات بتاعتها بيبقى في بالون ان دي فترة يغير فيها جوا. اه يبقى لان الشغل شوية. ايشوف حاجات جديدة فهتلاقي جاي ده اللي بيفكر فيه كتير من الوقت. الناس هي اللي جاية من نفسها. مش باعتها شركتها. جايين من نفسهم ودفعين الفلوس بنفسهم. وجايين عشان يحضروا المحاضرة بتاعتك. يبقى في الغالب هتلاقي الناس دي عندها اردي درجة عالية من الحماس. لكن توقعاتهم هتبقى عالية فيك. وده برضو تحدي بالنسبة لك. ان انت ان هم مفيش ده عبدا ان هم يبقوا متوقعين منك حيات كتير. وممكن ما يلاقوهاش كلها طيب. ما ده ممكن في حد ذاته يؤثر على تقيمهم للمحاضرة بتاعتك. فانت المهم لازم تحط دفع تبارك. ولازم تسأل اسئلة دي مين اللي جاي. وجاي ليه. برضو من ضمن الحاجات المهمة جدا في المحاضرة تحاول تتعرف على ايه خلفية الناس اللي جايين يسمعو لك. انت ممكن تكون رايح بتدي محاضرة في مكان ما. والمكان ده له خلفية معينة. رايح زي حداتي بقى روح ساعة ادرس في الجامعة الامريكية. طب وانا راح ادرس في الجامعة ولا خليط من دول كلهم. هتفرق طريقة عرضك. وبعض الامريكية اللي هتستخدمها في المحاضرة. لازم تختلف مع اختلاف خلفية الناس اللي بتتكلم عليه. لان انت تحاول تقرب من الناس. وبالتالي لازم تعرض لهم المادة العلمية اللي انت عايز تعرضها. لازم تعرضها بشكل اكثر قبولا بالنسبة للناس اللي هتكلم معك. مش دي طريقتي وبس. طبعا كده كده فيه ساعات بيبقى هو ده اللي انت تعرفه. مش هتقدر تقول غير كده او مش هتقدر تطلع حاجة جديدة. لكن في مجال واسع تقدر تتحرك جواه. تقدر انت اوكي انت خلفيتك مثلا رجل بتاع قضاء او محامي او 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 او. دي خلفية لأسيك بتاعتك. لك رايح تكلم قدام دكاترة او رايح تكلم قدام اه ناس اه في الصحافة. لازم بتحاول تشوف امثلة اه تتناسب معاهم. وطريقة عرضك لازم تكون متناسبة برضو مع طريقة او خلفيتهم المعرفية. او خلفيتهم الثقافية. لان برضو الثقافة هتفرق كتير. طيب. حجم الجروب اللي جاي تتكلم قدامه شكله ايه. اترا رايح تتكلم قدام الاستاجد. اه في الغالب مثلا مش هتعمل بلاننج ان يبقى فيه ديسكاشر. مش كده اللي هي. اه وان مش هتفتح باب اسئلة. اه لكن لو قدامك تلاتة اربعة. في الغالب هتركز عليهم واحد واحد. وفي الليكتشر هتبتدي دايما تاخد منهم فيدباك لو واحد منهم حسيت انه فصل. اه سارح او او مش عاجبه الكلام. اه هتوقف معا. لكن لو قدامك عشرين ثلاثين. اه ممكن واحد اوكي. لكن لما تلاقي كذا واحد منهم ابتدوا يسرحوا منك او 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 تبتدي تستخدم تكنيكس ان انت تكتذبهم تاني لي. اه برضو تخطيطك للمحاضرة هتحطوا في وسطها اكتيفتيز مثلا. هتحطوا في وسطها ديمونستريشنز. اه هتفتح باب ديسكاشنز زي ما قلنا. اه هتعمل الفيديوز. اه انت هتتكلم اه لوحدك اه من غير اه صور من غير اه اه فيديوهات. ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. مهم فدي كلها معلومات انت بتحتاج تعرف قدر ما تستطيع منها. مش دروري كلها تكون افيريبا. مش دروري كلها نبقى سهل ان انت تحصل عليها او تعرفها. لكن اللي تقدر تعرفه منها اعرفه. دايما نسأل مين? ليه? ازاي? اه كم واحد. وهكذا. طيب. اه بعد كده اه يجي بقى انت ناوي تعمل ايه? اه اه النهاردة احنا بنتكلم انت رايح تدي محاضرة. المحاضرة دي فيها اكتر من عنصر. اه في العناصر اللي هنستخدمها في التدريب. اه سوري في تحضير المحاضرة. لكن في عناصر تانية لازم تحطها ببالك. انت هتقول لهم ايه? اه فيه جزء من المحاضرة عبارة عن انفورمينج. انت بتقول لهم على معلومات. سواء حقائق او اراء. وبرضو هنا وانت بتانفورم. اه خلي بالك انك تفرق ما بين ما هو ثابت بتجربة او باستنتاج رياضي او 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 او. وما انه هو رأي. وفيه اراءات تانية مختلفة من باب الامانة العلمية انت بتقدم المحاضرة ان انت تقول. والله ده رأي مموع من الناس وفيه رأي تانية وانا عجبني الرأي ده. لكن لما تقول ان في اكتر من تجربة نتائجها كانت كذا. بعد كده استنتاجنا من النتائج دي. ايه? ده لكن مش بس كده. طيب هتدي او بيس او Rank 一 ارتفاع المبنى 600 متر دي حقائق مفيش فيها هنقاش لكن اغلب اللي انت بتتكلم هي فيه في المحاضرة وارد انه يبقى عرضة للرأي. وبالتالي لو أنت عايز تقنعهم بأنهم يتبنوا وجهة نظر معينة وده هنا عادة ما بنحاولش نلجأ له كتير في التعليم لأن أنت مش شغلتك أن تقرر للي قدامك يقتنع بيه أو ما يقتنعش بيه وإنما شغلتك أن أنت توري للي قدامك إزاي يفكر ويستنتج بنفسه إيه اللي ممكن يقتنع بيه أو اللي ما يقتنعش بيه لكن ساعات بيبقى فيه حاجات أنت مثلا نظرية ما والنظرية دي بيها خلفيات كتيرة قوي مش وقته إن أنا أعرضها كلها إزاي هتقنعهم بأنهم يتبنوا النظرية دي أو الفكرة دي لو إن من الضروري إن أنا أعرض فكرة وأقنعهم بيها وخصوصا لو البرزنتيشن عبارة عن بريزنتيشن لإقناع الناس بحاجة المهمة فيبقى الجزء من محاضرتك أنت بتإنفورم الجزء الثاني من المحاضرة أنت بتبرسويد بس فيه جزء ثالث مهم جدا وهو الانترتين الناس بتزهق الناس بطبيعتها بتزهق ما حدش يقدر يفضل قاعد قدامك كده أنت قاعد بتكلم 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 بقى هيفصلوا هاي زهقوا وبعدين أنا مش ضروري تنترتين إن أنت جي فرقة موسيقية ولا ضروري تنترتين إن أنت تتحول لستاند أب كوميديا وإنما الانترتينمنت المقصود بها إزاي هنكسر حاجز أو سوري نكسر الملل اللي بيصيب أي حد بيستمع للأدامة فممكن موسائل الانترتينمنت مثلا أنت تستخدم نقطة لكن لا مش مناسبة نقطة عشان الانترتين هبتدي ألعب في الخلفية بتاعتي إن فيه بريزنتيشن أو فيه سلايدز بتنزل أو فيه صور بتتغير وبالتالي الناس هيفضل انتباههم متجدد معاك ممكن من الانترتينمنت فعلا أنه بيبقى فيه فترة موسيقية فترة بريك هنخرج ونتكلم وندردش وفيه حاجات خارج الموضوع مهمة كل ده جزء من تخطيطك للمحاضرة اللي انت هتقدمها ونوعية الانترتينمنت برضه هتعتمد على نوعية الناس اللي انت رح تتكلم معاها وبتكلم معهم فين يبقى أنت كده الأول اتعرفت على الأوديونس بتوعك مين اللي هيحضر محاضرة وبيحضرها ليه وبعدين اتعرفت على هتقول إيه و هتقوله إزاي وإيه النقطة اللي محتاجة تتكلم عنها يجي بعد كده بقى النقطة تالتة وهي مهمة جدا برضه و هي معرفتك بنفسك إنت عندك قد إيه معرفة بالمادة العلمية أو المحتوى اللي انت جاي تتكلم فيه يا تارا انت متخصص علميا ولا انت عندك خبرة عملية كبيرة ولا انت يا دبلس جديد في الموضوع سمعت كلمتين و رايح تتكلم فيه النقطة دي مهمة جدا ما ينفعش أولا انت برضه جزء من الأمانة انت لما بتبقى واقفوا قدام ناس وتتكلم معهم الناس بتبقى مقتنع أن انت راجل عندك خبرة وتتكلم من معرفة عظيمة وعميقة بالموضوع اللي انت بتتكلم فيه فانت لو حاسس ان انت ضعيف وهنا طبعا احنا هنلاقي ان في جانبين مهمين اولا لو انت فعلا تقييمة لنفسك ضعيف يسحسن انك مترشدد ده مش معناه ان انت في كل حاجة ضعيف انت فيه حاجة انت فيها كويس لو عرفت تعرف هي ايه الحاجة اللي انت وصلت منها الى حد كبير وعشان تروح تقدم وتتكلم روح وتكلم فيها حاجة انت عندك خلفيات كافية وفضل بس انك تقرأ شوية وتتعلم شوية وتروح تتكلم فيها ماشي مش هقولك لأ لما يبقى جزء من الموضوع اللي انت بتتكلم فيه وبرضو هنا الامانة اللي بينك وبين الناس لازم انت تحطها في اعتبار فقدر معرفتك يفرق برضو طيب مش بس قدر معرفتك انت قدمت المادة العالمية قبل كده أو لا انت عملت المحاضرة دي قبل كده أو لا انا النهاردة قاعد بديك محاضرة في طب انا دي اول مرة درس كورس ممكن انا النهاردة هاي بتكلم قدامك او بسجل من حاضرة دي قدامك ودي مش اول مرة تكلم في الكورس ده لكن اكيد كان في مرة هي اول مرة اقدم الكورس ده وانت هتيجي مرة اول مرة تقدم الكورس ده فده طبيعي الفاميليارتي بتاعتك بالموضوع وطريقة عرضه والاسئلة اللي بتتعرض عليك من الناس اللي ممكن تسمعك وانت بتتكلم بتفرق هتفرق كتير في انت بتتكلم ازاي وبتعرض للموضوع ازاي فانت لو مش مش متمرس في عرض المادة العلمية دي بس مازلت كويس او ممتاز فيها يبقى خفف عن نفسك حاول تحضر كويس حاول تستخدم الوسائل اللي تكسبك الثقة قبل ما تروح المحاضرة وفي نفس الوقت ما فيش مانع عابدا ان انت تبقى عميزة وفي نفس الامين مع الناس يا جماعة والله انا الحمد لله عندي خبرة في التدريس وعندي خبرة في التعليم واشتغلت كذا وكذا وكذا ولما انطلب مني اجهز الكورس ده الاول مرة علشان كو قمت عملت كذا وكذا وكذا وكنت موصوبا هنا الناس هتساعدك اللي قدامك هيحترم امانتك وهيعرض عليك بعض الاضافات هيبتدوا يقولك طيب ما تيجي نعمل هنا طيب هنا ما عملناش كده ليه هتستفيد انت اكتر من تعاملك مع الناس وارجع وقولك كل مكان وكل مجموعة بيبقى لها ظروفها الخاصة مش ضروري ابدا الكلام اللي انا بقوله لك والطريقة اللي انا بقولها لك دي تكون هي انصل طريقة بالنسبة لك في الظروف اللي انت راح تتكلم فيها مهم انك حطها فعق تبارك يجوز تنفع فعقا طيب دي الاعداد للمحاضرة انا هقف هنا في الفيديو ده وفي الفيديو الجاي هنبتدي نتكلم مع بعض على تجهيز المادة اللي هتقدمها في المحاضرة اللي هنسميها على اساس ان الموضوع ده هنتكلم فيه شوية بقى عن زي تجاهز البرزنتيشن اذا تجهز فيديو ايه التولز اللي موجودة وكلام من ده فانا هحطه في فيديو لوحده ارجو ان انت الجزء اللي فات من المحاضرة يكون كان مفيد شفنا ان انت محتاج تتعرف على الاوديونس بتوعك قبل ما تروح وبعدين محتاج ان انت تشوف هتوصلوهم المعلومة ازاي من خلال الجزء الانفورميشن جزء البرزواجن جزء الانترتينمنت وبعدين شفنا برضو ان انت لازم تشوف بينك وبين نفسك انت قد ايه تعرف في الموضوع وقد ايه انت متمرس في الموضوع ارجو ان شاء الله انك تكونوا معايا في الفيديو الجاي عشان نتكلم على البرزواجن شكرا وشوفكوا انا خير شكرا